موسيقى اهلا بكم ايش اللي بيخلي لدغاية الساعبين بتزيد في المنطقة الفلانية وبتقل في المنطقة الفلانية ايش اللي بيخلي جنوب شرقاسية اكتر نسبة اصابات وفي اوروبا اقل نسبة اصابات ايش السبب اختلاف الاضغاية على مستوى العالم ذكرنا انه في العالم بتنتشر الساعبين بنسبة مختلفة حسب درجة الحرارة بتتركز في الغابات الاستوائية او المنطقة الحارة وبتقل كلما اتجهنا شمالا وجنوبا من اسباب زيادة لدغاية الساعبين الحرارة والبرودة لو احنا في منطقة حارة هيكون فيها ساعبين اكتر فبالتالي فرص زيادة اللدغات او العض واردة لو احنا في منطقة باردة الساعبين اللي عندنا قليل فبالتالي قليل جدا ما تسبب لدغات او عضات طبعا العضة قلنا انه الاستعبان غير السام واللدغة الاستعبان السام البيع اللي بتعيش فيها الساعبين صخور اشجار اه صحاري كل هذه لها دور مهم في زيادة اللدغات او قلتها يعني المناطق الصحراوية وخصوصا في الليل بيكون الشخص معرض للاصابة اكثر الغابات الاستوائية طبعا الغابات مديانة ساعبين يمكن اكتر تركيز للساعبين على مستوى العالم في الغابات فالناس اللي بيعيشوا في الغابات هذه او داخل الغابات او بيتعاملوا مع الغابات معرضين اكثر من اصابة بالثعابين وخصوصا انه استعبان ما بيقدر نشوفه زي المناطق المفتوحة الصحراوية او الجبلية السلوك السكان يعني لو شفنا في جنوب شرق اسيا وافريقيا احيانا الناس بيمشوا حافيين او بيمشوا بدون احزية واقية او بيلبسوا مجرد الحزاب مفتوح من جميع الجوانب الحكاية هذه ممكن يسبب زيادة لدغات السعابين ترجمة نانسي قنقر لو واحد شغال في غابة مثلا او شغال في منطقة يكون فيها ثعابين بشكل كبير ممكن اتعرض لدغات اكثر الملابس اللي بنلبسها الملابس مهمة في مثلا في امريكا الشمالية رعاة البقرة والكوبوي بلبسوا البوت هذا ممكن يخفف من لدغات السعابين او يمنع لدغات السعابين لانه بيكون حاجة زي الوقاية للرجل او بالعكس في المناطق اللي بلبسوا فيها اشياء مفتوحة ممكن يتعرضوا لدغات السعابين انواع السعابين انواع السعابين مهم جدا لانه ممكن يكون سبب في زيادة اللدغات يعني مثلا في الصحاري معروف انه الافعى المقرنة هي اكتر ثعبان بيسبب لدغات في امريكا الافعى المجلجلة اكتر اصابات منها عدد السعابين في مناطق موبوءة بالثعابين وفي مناطق ما فيها ثعابين يعني لو اخذنا مثلا على مستوى العالم حنلاقي انه في الهند وفي الباكستان والمناطق هذه الكوبرا منتشرة بشكل كبير جدا حتى في ماليزيا واندونيسيا موجودة ومنتشرة بشكل كبير جدا الحكاية هذه ممكن تكون سبب من اسباب زيادة لدغات السعابين هذه ببساطة اشياء مهمة جدا لازم نعرفها ونعرف كيف اللدغات ممكن تزيد احنا في ايدنا ممكن نزودها وممكن نقليلها مجرد العلم بالشيء مجرد الوقاية من الثعابين ومن غيرها من الاشياء اللي ممكن تدورنا طبعا العلم مهم جدا لازم نعرف ايش الثعابين اللي موجودة في المنطقة اللي احنا بنتعامل فيها عشان نعمل الوقاية المناسبة لها اتمنى لكم السلامة واتمنى ان شاء الله ان ما في يوم من الايام تقابلوا ثعبان او تتعرضوا لدغة ثعبان او حتى لعضة ثعبان ربنا يحمينا ويحميكم ان شاء الله شكرا لك اعزائي متابعين اليوتيوب لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد الرجاء الضغط على زر سبسكرايب تحياتي اشتركوا في القناة